الحمد لله والصلاة والسلام عن رسول الله وبعد نتابع مع أصول التفسير ووصلنا إلى أول ما نزل من القرآن أول ما نزل من القرآن السؤال هو ما هي الآيات الأولى التي نزلت من القرآن أو ما أول ما أنزل الله تبارك وتعالى من القرآن الإجاب أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق ويقوله تبارك وتعالى اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاقة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والأدي طبعا لها قصة حينما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فغطه حتى بلغ منه جات ثم قال اقرأ قال ما أنا بقارئ فأرسله ثم قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ الثانية فأخذه فغطه حتى بلغ منه جات ثم قال اقرأ قال ما أنا بقارئ في المرة الثالثة قال اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من العلاق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين والزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجفه صلى الله عليه وسلم فغطته يعني حتى ارتاح عليه الصلاة والسلام ثم استيقظه فأخبرها بما حدث فذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقه ابن نوفل فأخبروا أن هذا النموس الذي نزل الله على موسى عليه السلام إلى آخر القصة ثم فطر الوحي مدة يعني الوحي لم ينزل ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر ويقولوا تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر يبقى كذا نفهم أن في البداية نزلت الآيات الأولى من سورة العلق الآيات الخمس الأول ثم بعد ذلك فطر الوحي ثم بعد فطرة نزل جبريل عليه السلام بالآيات الخمس الأولى كذلك من سورة المدثر ففي الصائحين صائح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنه في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق هو في غار حراء فجاءه الملك فقرأ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني لست أعرف الكراء فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنزر إلى والرجز فهجر الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر وثمت آيات يقول فيها أول ما نزل والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين فتكون أولية مقيدة مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين إن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول قال جابر يا أيها المدثر قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني كيف نجمع بينهما فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء يعني الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قديت جواري هبط فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة رضي الله عنها فقلت ذثروني يعني غطوني يعني وصبوا علي ماء بارد وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله تعالى والرجز فهجور فهذه الأولية أنبأ الشيخ رحم الله يبين ويوضح لجمع بينهما فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه بأتبار أول ما نزل بعد فترة الواحي أو أول ما نزل في شأن الرسال لأن ما نزل من سورة إقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله تعالى قم فأنذر يبقى ذا الجمع بين الروايتين من ثاني فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الواحي أو أول ما نزل في شأن الرسال لأن ما نزل من سورة إقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله تعالى قم فأنذر يبقى الآيات من سورة العلق ثبتت بها نبوة النبي عسى السلام والآيات من سورة المدثر ثبتت بها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمع بينهما قال الشيخ ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقراء وأرسل بالمدسر ثالثا نزول القرآن ابتدائي وسببي ينقسم نزول القرآن إلى قسمين الأول ابتدائي هو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه وهو غالب آيات القرآن ومنه قوله تبارك وتعالى ومنهم من عهد الله لئن أتان من فضله لنصدقنا ولنكنن من الصالحين الآيات فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافكين وأما ما اشتدر من أنها نزلت في ثعلابة ابن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاز فضعيف لا صحة له لا صحة له الكسم الثاني سببي وما تقدم نزوله سبب يقتضيه يبقى كده عندنا القرآن إما أن ينزل ابتدائي أو سببي يبقى ابتدائي أو سببي سببي يعني الله تبارك وتعالى ينزله بدون سبب لمعالجة أمر ما السببي بيكون فيه سبب معين كما سأتي معك الكسم الثاني سببي وما تقدم نزوله سبب يقتضيه والسبب إما سؤال يجيب الله تبارك وتعالى عنه مثل يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيته للناس والحج يعني إسحاب رضي العنو يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهل فتنزل الآية يسألونك عن الأهلة الله تبارك وتعالى العالم العليم الحكيم سبحانه وتعالى يعلم يسمع ويرى سبحانه وتعالى فيعلم ما سأل أن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الأيات الكريمة يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيته للناس والحجة يبقى أول حاجة أو رقم ألف إما سؤال يجيب الله تبارك وتعالى طيب رقم باء أو حادثة يعني موقف معين حصل وقع تحتاج إلى بيان وتحذير مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما نكنا نخوض ونلعب الآتين الآيتين نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل كرائنا هؤلاء أرغب بطونا ويعيب على الصحابة رضي الله عنهم يعني كأنهم يعني رغبتهم فقط في ملء بطونهم أو في الأكل والطعام والشراب ولا أكذب ألسنن كمان بيكذب الصحابة رضي الله عنهم ولا أجبا عند اللقاء وهنا اتهم الرجل الذي من المنافقين هذا المنافق اتهم الصحابة رضي الله عنهم بسلاسة أشياء أنهم أرغب بطونا يعني بيحبوا الأكل والطعام والشراب وملء البطون وأكذب ألسنن يعني كثبين وكذلك رقم ثلاثة وأنهم فيهم صفة الجبن وحاشة الصحابة رضي الله عنهم ذلك الذين يعني كان عندهم القوة والشجاعة وفتحوا الفتوحات العظيم يبقى نزلت الآيات نزلت في رجل من المنافقين قال في غزو التابك في مجلس ما رأينا مثلك رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنن ولا أجبل عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فجاء رجل يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم بيعتذر للنبي وسلم بس بعد إيه فيجيبه أبي الله وآياته ورسوله تستهزئون سورة التوبة الآية خمسة وستة طيب إبقى كده رقم باء حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب كل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كد كفرتم بعد إيمانكم ورقم ألف سؤال يجيب الله سبحانه وتعالى عنه طيب رقم ثلاثة أو رقم جيم أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة إلى معرفة حكمه مثل قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمعوا تحاوركم إن الله سميع بصير طيب يبقى كده بينا ثلاث حاجات قلنا إن أول حاجة نزول القرآن ابتدائي وسببي إما ينزل ابتدائي يعني بدون حصول شيء ينزل الله تبارك وتعالى القرآن لشيء ربما يحدث فيما بعد والله تبارك وتعالى الخبير سبحانه وتعالى يعلم أنه سيحدث هذا وفتنزل الآيات ابتداء لمعالجة هذا الأمر أو سببي يعني له سبب معين حادثة معينة حصلت فينزل القرآن مبينا لذلك مثل الآيات التي نزلت في المنافكين سؤال مثلا يسأل الصحابة رضي العنم النبع صلى الله عليه وسلم فتنزل الآيات إجابة لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير فتنزل الآيات الكريمة ولا إنسالتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب الآيات الكريمة أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه كما في سورة المجادلة أو هذه المرأة التي كانت تجادل فنزلت الآيات الكريمة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجة وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سمع بصير السؤال هو اذكر أنواع نزول القرآن الكريم أنواع نزول القرآن الكريم الإجابة كما يعني سبق معنا هذا والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر